ضربت طواقم الطبية الوافدة في الكويت أروع الأمثلة في مواجهة فيروس كورونا إلى جانب أشقائهم الكويتين العاملين في الحقل الطبي نعم الأطباء والموردون الوافدون متواجدون في الصفوف الأولى من مختلف الجنسيات والتخصصات من أجل حماية الكويت وشعبها في مشهد يجدد حبهم لهذه الأرض الطواقم الطبية الوافدة في الكويت تضرب أروع الأمثلة في مواجهة فيروس كورونا إلى جانب أشقائهم الكويتيين العاملين في الحقل الطبي في مشهد يؤكد حب هذه الفئة وإخلاصها لهذه الأرض أكيد طبعاً نفتخر أن نحن في دولة الكويت ونشتغل جنباً إلى جنب مع إخواتنا نتعاون كلنا في رفع الوعي الصحي وإنقاذ المحنة طبعاً وكلنا يد واحدة ونفتخر في هذا كلنا بلاد عربية ونفتخر أن نقف جنب بعضنا نحن هنا في مشرف فيه تنظيم رائع للموضوع وده بيجعل فيه إتمئنان أكثر للمجتمع اللي نعيشين فيه نعمل جنباً إلى جنب مع الطواقم الطبية الكويتية وعلينا أن نقاتل من أجل مكافحة فيروس كارونا جهود كبرى تبدل من الكويت من أجل حماية الجميع بالطبع نعمل من أجل الكويت ونحبها كثيراً الأطباء والممرضون الوافدون في الصفوف الأولى من مختلف الجنسيات والتخصصات مستنفرون من أجل حماية الكويت والمواطنين بتواجدهم في مختلف المواقع الطبية في سبيل التصدي لفيروس كارونا أكدوا أن حب هذه الأرض دفعهم إلى الوقوف معها في هذه الأزمة صحيح أنا لبناني بس أنا أمي الكويت حضنها دافي فبكل إخلاص بكل محبة نتمنى كل خير لهالوطن للأمير للشعب الكويتي لكل الموجودين بهالبلد أنا بعد نبقلكون لبناني بس العطاء اللي عطتنا هي الكويت مش طبيعي لا يقدر لا يقدر لا يقدر ونتمنى أنضحي بوقتنا بروحنا بأسادنا كرمالها الدولة كرمال هي أم بحس بالفخر جداً دي حقيقة اللي أنا موجود معهم هنا في الكادر الطبي وفي المجموعة التطوعية الكبيرة دي ودي حاجة كويسة بصراحة يعني طبعاً بالنسبة ما شاء الله يعني لتجهزات الدولة والاستعدادات للموضوع ده دي حاجة كويسة بتفرحنا جداً بتخلينا اللي احنا كلنا نفتخر يعني وكطريقة وإسلوب وتعامل لا كله وبصراحة ما شاء الله كل الناس بتشكر في الموضوع ده وكلنا حاسين اللي احنا الصف واحد وتيم واحد صراحة يعني أشكر كل المتطوعين والجهود اللي بيعملوه وزارة الصحة وكطر خير دولة الكويت والله يعني صراحة وفخورة جداً 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 بالجهود اللي هي بتعملها ويعني قواهم الله صراحة صراحة نحب الكويت ومستعدون للتضحية بأنفسنا من أجلها كلمات صدحت بها الطواقم الطبية من الوافدين الذين أكدوا أنهم يقفون جنباً إلى جنب مع إخوتهم الكويتيين في سبيل التصدي لفيروس كورونا ومواجهته من دولة الكويت فهد تركي تلفزيون دولة الكويت